دي سلسلة جديدة انا اعملها للناس اللي عايزة تحس النطق بتاعها بشكل صحيح. اهم حاجة عشان تنطق كويس محتاج the rhythm او اقاع الجملة. يعني ممكن مثلا نقول جملة زي let's get out of here. انا عارف كل الكلمات اللي في الجملة دي. let's get out of here. بس اللي ما بتقال على بعضها لما بشوفها حتى مكتوبة فيلم او غيره مش فيهم اللي تقال ده. let's get out of here. ليه بيتكلموا كده؟ هيو كده. كل لغة لها اقاع بتاعها. انت مثلا تعلم اللغة الالمانية. فهتلاقي نفسك بتكلم تقول. لازم تتعلم اقاع الجملة على بعضها. هتتكلم مثلا ايطاليا. هتقول. كل لغة لها اقاع. الياباني مثلا. كل لغة لها اقاع. لها نغمة. لها موسيقى. لو عرفت تتقن الموسيقى ديت. هتتكلم بطلق. ماليش نتكلم سرعة شوية عشان نعايز اقول حاجات كتير. فنعمل للسئلة ديت. هناخد جملة. وهنتمرن على الاقاع بتاع الجملة نفسها. مش مجرد كلمة كلمة. الجملة اللي انا اخترتها على الفيديو ديت بتقول. الناس كتير عايز اتكلم. اه بطلق اوه زي المتحدثين الاصليين. طبعا اه. الصوت اه في a lot مش a lot of people. معلش. هنحول نغير كل الكلام ده. الصوت ديت بيبقى موجود لما عندي تي مبين حرفين متحركين. بيبقى زي را. را. وارر. لا را. الصوت ده مهم جدا. مهم جدا في الامريكان. هي a lot of people. بس هي في الاقاع الجملة بطلع كده. a lot of people. wanna talk. wanna اختصار لي want to. طبعا يديكم حدش اقول اي wanna to. لانه wanna اي معناها want to. wanna talk. like native. native برضو تي هنا فيها را. لانه ما بين حرفين متحركين. native speakers. a lot of people wanna talk like native speakers. والمعيه لقاع من البطيء للسريع. a lot of people wanna talk like native speakers. a lot of people wanna talk like native speakers. a lot of people wanna talk like native speakers. peace.